موضوعنا لليوم هو سمنة الأطفال كلنا منعرف أنه أطفالنا أكتر ناس إحنا منحبهم ومدير بالنا على صحتهم مشان هيك كل ما درنا بالنا على صحتهم وهم صغار كل ما ضمننا أنهم يكبروا وما فيهم أمراض ومحافظين على وزنهم ومحافظين على صحتهم مشان هيك سمنة الأطفال أكتر إشي منركز عليها لأنه عم تنتشر بطريقة كتير كبيرة بالمدارس وبالأطفال بالمرحلة اللي قبل ما يدخلوا المدارس في فترة الحضانة مشان هيك كيف نقدر نخفف من هاي السمنة اللي قاعدة بتنتشر بطريقة كتير كبيرة وعم بتكون من أكتر الشغلات اللي عم نرفع الرد فلاق عليها وخايفين عليها أول إشي بدنا نعمله لازم نقيم خزانة الإشي ذاكي اللي موجودة بالبيت أو نحاول نخفف من الإشياء اللي فيها سكريات كتير جواة هاي يعني الشوكولاتة، الشيبس، البسكوت تبالى ما يكون في عنا ثلاثة أربع أنواع من كل إشي منهم منحاول نخفف ونحط نوع واحد من كل إشي منهم يعني هل هذا يعني أنه الولد ابني بصير يروح يفتح الخزانة وكل يوم ياكل شوكولاتة؟ لا مش هذا اللي أنا بأصده أنا اللي بأصده أنه ما بدنا نقطعه قدامهم عشان هو ما يصير عم بياكله من ورانا بس بنفس الوقت بدنا نوصله لقناعة أنه هذا الابشن اللي انت موجود قدامك عندك اختيار تاني موجود بالتلاجة وحتحبه أكتر ومستفيد وبنفس الوقت نقدر نضمن أنك إنت ما يزيد وزنك عليه إيش الابشنز التاني اللي بيقدر ياكلها؟ منقدر نطلع له أكتر من نوع من الفواكه نجيب الصحن، نقطعهم ونقول له يلا نرسم الكاركتر أو الشخصية اللي أنت جاي عبالك ياها لما يرسم الشخصية اللي هو جاي عباله إياها هيحط شوي فرولة واسنان كيوي والتم من تحت يحطه بردقانة نضمن أنه هو حط الفواكه اللي هي زاكية ويصير ياكلها ومبسوط عليها نخفف من العصائر المحلاء قد ما منقدر ما نشربهم الشبات غازية نطعميهم حليب مع الكورنيفليكس أو مع الشفان لنكون مبسوطين نعودهم على أكل الخضار، لخيار والخس والفليفلي هيك منقدر نقلل من كمية السعرات الحرارية اللي هم عم بياخدوها منقلل من السمنة اللي هي ممكن تصيبهم لقدام منحافظ على صحتهم وإحنا دائماً وكلنا موجودين لخدمتكم وصحة ولادكم رمضان كريم عليكم، ديروا بالكم على ولادكم وصحتهم